السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعيكم مصر ربوب عادل في فيديو جديد في تعليم مبادئ الحساب العمل دورات تدريبية لمعلمات الرودة بنرحب معلماتنا الموجودين معنا يلا مع بعض نبدأ فيديو جديد ونتكلم فيه عن الحصة التانية لمفهوم الأكبر منه مع التفل عبقاري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء بناء الأبناء طبعا الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الحصة الأولى لمفهوم الأكبر منه وعرفنا من خلاله أننا نوصل مفهوم الأكبر منه للتفل معنا من خلال أشياء ملموسة وقدرنا أننا نعرف طفلنا أن المفهوم الأكبر منه معتمد على الأكبر في العدد وليس الأكبر في الحجم نتكلم النهاردة مع بعض بقى عن باقي الحصص لمفهوم الأكبر منه وإزاي نقدر نوصله للتفلي بكل سهولة أنا النهاردة دلوقتي هشتغل الحصة التانية لمفهوم الأكبر منه طبعا متعودين أن كل حصة معي في معي اهداف يلا مع بعض نشوف اهدافي في الحصة التانية عندي ثلاث اهداف اول هدف معي وهو توصيل مفهوم الاكبر من لطفلي من خلال اشياء مصور و هنتكلم مع بعض بالتفصيل ثاني حاجة معي وهي كراءة لوحة الارقام من واحد لعشر ثلاث حاجة معي وهي الوجه طيب يلا نشتغل مع بعض اول هدف اول هدف معي وهو توصيل مفهوم الاكبر من خلال اشياء مصورة يعني اشياء مصور يعني المعلمة بتبدأ مثلا ترسم مجموعات على الصبورة المجموعات دي بيقفها الرسومات او صور بيبدأ طفلي يعد مع معلمته و يبدأ يشوف المجموعة الاكتر وايه و يلونها طيب يلا مع بعض نشوف مثال كده برسم مجموعاتين بالشكل ده والمجموعاتين بيقفهم نفس الصور او نفس الاشكال عندي هنا مثلا اربع نجوم وهنا عندي اثنين بس تمام بتبدأ المعلمة تعد مع طفلها كل مجموعة لوحدها يلا يحلوين نعد مع بعض يلا واحد اثنين ثلاثة اربع تمام يبقى كام اربع طيب نعد هنا واحد اثنين طيب الاكتر ايه مجموعة اكتر المجموعة دي ولا المجموعة دي لا دي صح نبدأ اني لون مع بعض الشكل ده تمام مثال تاني عملت له مثلا ورده يلا يحلوين نعد مع بعض نعد معي كده واحد اثنين ثلاثة شاطرين وهنا واحد اثنين 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 ايه مجموعة اكتر ايه مجموعة دي ولا دي الثلاثة يلا نلون مع بعض بنبدأ نلونها كده واخدنا مع بعض نموزجين بتبدأ المعام تشتغل برضه على نفس النمط طيب انا لقيت اطفالي اتمكنوا معي في حسة تانية مثلا ابدأ اعمل لهم تمرين تاني مثلا بالشكل ده دي ايه حلوين كورة دي ايه كورة يلا نعد مع بعض عدي معي كده يلا واحد اثنين ثلاثة تبدأ المعلمه تكتب الرقم فين في المربع كتاب تنكتب ازاي اهي ثلاثة يلا عدي معي واحد نكتب ايه واحد طيب ايه الابطار الثلاثة ولا الواحد الثلاثة يلا مع بعض اللون الثلاثة وتبدأ المعلمه تلون معيه طب انا عملت تماريني وخلصت ابدأ اعمل انا تمارين لاطفالي يطلعوا يحلوا معي اطلع طفل طفل يعد معي ويلون تمام ودي كده كان بالنسبة للهدف الاول معي هو توصيل مفهوم الاكبر من من خلال اشياء مصورة تاني هدف معي هو قراءة تحت الارقام من واحد لعشرة اللوحة دي سابتة معي كل حصة مينفعش ان طفل اتمكن فيها يبقى انا خلصت بتهلأ لازم كل حصة اكتب اللوحة اكتبها بالشكل ده يلا مع بعض كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة عشرة تمام انا دوري خلص اطفالي متعوضين عليها وبعد الموضوع بالنسبة لهم سهل وممتع وعادي انا بقعد واطفالي واحد يقرأ والباقي يرد علي دي كده كان بالنسبة للنقطة التانية معي هو قراءة تحت الارقام من واحد لعشرة ثالثة نقطة معي وهي الواجب الواجب اللي انا باخده على الصفورة هو نفسه اللي بدي في الواجب عشان يكون طفلي متعود معي على اللي هو اخده يروح بيته ويعرف يحل الواجب وممكن اعمل واجبي استعين بكتاب متميز ثلاثة في الحساب بالشكل ده ومعي صفحة تمانية وصفحة تسعة صفحة تمانية هو عمل لي ايه؟ مديني مجموعات اللي بنلون فيها العدد الاكتر عدد مثلا السمك الاكتر عدد هو كله سمك كله السمك الاكتر نلونه وفي صفحة تسعة عمل ايه؟ اللي هو الداني برضه المجموعاتين بابدأ اعد وقت بتاحت المربع وابدأ الون العدد الاكتر او الاكبر دي كده كان بالنسبة لنقطة الواجب معي وبكده بخلصنا مع بعض الحسة التانية لمفهوم الاكبر من طبعا انا باخد وقت مع اطفالي باخد حسة اثنين تلاتة لغاية ما يوصل معي ان هو يحل الوحده ويتمكن معي في مفهوم الاكبر من خلال اشياء مصورة هعمل ايه بعد كده؟ بابدأ اعرفه على شكل علامة الاكبر منه وبابدأ اعرفه على الارقام الكبيرة مع اتفال عبقاري هدفنا جيل واعي واشعرنا خير البناء بناء الابناء